اهتمام بكبار السن شيء مهم وعظيم خصوصا لو كنت بتحاول انك تمنحهم الراحة والسعادة وتقنعهم كمان بان الحياة الحقيقية بتبدأ بعد الستين وده اللي عملته صدقت فيه دفتنا النهاردة واللي سخر كل وقتها وحياتها لخدمة كبار السن وده اللي خلى منظمة الامم المتحدة تختارها ضمن اكتر 50 شخصية مؤثرة في حياة كبار السن على مستوى العالم وده طبعا بسبب الدور الكبير والمهم اللي بتقوم بيه منها ورانا في الستوديو النهاردة الاستاذة دينا حشيش مؤسسة جولدن ييرز ازايك يا دينا؟ الحمد لله ازايك الحمد لله انا مبسوطة جدا ان انت معي النهاردة وعندي اسئلة كتيرة جدا 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 ليكي واول حاجة عايزة اعرف عن التكريم قبل ما ندخل نتكلم على جولدن ييرز وكنت عايزة اعرف التفاصيل بتاعته اكتر احنا جولدن ييرز ابتدى النشاط بتاعنا وقت الكورونا اوكي وهنا جلتكريم بتاع الامم المتحدة كتتويج للعمال اللي كنا بنعملها وقت الكورونا وقت الكورونا كلنا كنا معزولين واضلة اجتماعية طبعا كبيرة جدا جدا مكناش عارفين الكورونا دي هنفضل معزولين فيها قد ايه فالفكرة جات كان من ان احنا بنحاول يعني انا كان عندي مشاكل في الرعاية الصحية بتاعت والدي وكنت مش لقي مكان الاقي في معلومات ادور فيها طب اروح لدكتور ايه اروح لألاقي الدواء ده فين اعمل ايه عشان اقدر اساعده اعمل ايه عشان احفزه اجتماعيا او يعني ذهنيا خصوصا مع العزلة الاجتماعية بتاعت الكورونا فعملنا كده زي بروجرام لطيف في البيت جربناه الاول ان احنا نعمل جدول يومي بنمشي عليه ولقيت ان ده حفز والدي ذهنيا جدا وابتدى ان هم يساعده فقلت طب اجرب اعمل ده على مستوى اكبر مع ناس مختلفة ومن هنا جت فكرة جولدين ييرز الاول ابتدين على التواصل الاجتماعي ان احنا ندمج كبار السن في التكنولوجيا بحيث ان هما ميبقوش معزولين وقت الكورونا فابتدين بقى ان احنا نعلمهم زوم ابتدين ان احنا نعلمهم حاجات مختلفة ان هما يدخلوا على فيسبوك على انستجراب على كذا السوشال ميديا بلاتفورمز المختلفة والمعاقع المختلفة علشان يقدروا ان هما يتكلموا مع بعض ويقدروا يتكلموا مع اولادهم بصورة امنة ويتسلوا وقت الكورونا في العزلة دي ميبقوش معزولين ومن هنا الامم المتحدة شايفت ان الشغل اللي انا بعمله ان انا بدمج كبار السن في التكنولوجيا وبدخلهم عالم التكنولوجيا بمعنى اصح حاجة تستحق التكريم ودي كان حاجة طبعا بفخر بيها جدا لان انا المصرية الوحيدة وانا الوحيدة اللي من الشرق الاوسط من المنظمة الصحة العالمية بغلز يا دينا والله احنا كلنا فخورين بيك لان كمان عارفة الموضوع ساعات بيكون صعب جدا لما مثلا يعني بتحصل معينا شخصيا مثلا مامتي بتسألني على حاجات صغيرة وكده عارفة لهو طبعا انا عايزة تسلى بالفيسبوك طبعا انا عايزة تسلى على اليوتيوب طب وبجد بتبقى صعبة جدا ان الواحد يكون اولا عنده البال طويل ان هو يقعد يشرح واحدة واحدة بالتفصيل الممل واندلق اوضاء وكده فدي حاجة مهمة جدا وبجد هما بيتسلوا بيها قوي يعني وكان فيه كمان معلومات مغلوطة كتير قوي وقت الكورونا فكان هدف من اهدافنا ان احنا نكافح المعلومات المغلوطة دي يعني احنا عايزين نتأكد ان هما لا ما تاخدوش معلومة طبية غير من دكتور مش اي حد يجي يقول لكم اعملوا الحاجة الفلانية تعملوها لازم تتأكدوا فعلا ده غير ان جوجل كارسة كمان يعني انت هتدخلي على جوجل هتدخلي تكتبي ان انت عندك برد هننتجي ان انت يعاوزوا بالليل واحد خلاص ناقص ربع ساعة ويموت فعما فالموضوع بيبقى صعب جدا فده برضو وعي مهم جدا طبعا ولكل الناس بالزبط بالزبط فده كان حاجة من الحاجات اللي كانت مهمة قوي قوي بالنسبة لنا ان احنا نعودهم ازاي يقدروا ان هما يميزوا بين المعلومة المغلوطة وبين المعلومة الحقيقية ازا ان هما يشوفوا المصادر يعني مش معنى ان هي على الانترنت يبقى صح يبقى صح لازم نشوف طب هي فين على الانترنت ايه الموقع هل ده موقع فعلا موثوق فيه ولا مش موثوق فيه الحاجات دي كلها كنا بنعمل عليها توعية كتيرة قوي بالذات وقت الكورونا وطبعا مكملين بعد الكورونا طبعا طيب انت دايما بتقولي مقولة الحياة بتبدأ بعد الستين اشرحيني الجملة دي معناها ايه بالنسبة لك بصي انا هاجم الحاجات في جولدن ييرز اللي احنا بنشتغل عليها دايما هي فكرة ان احنا نغير المفاهيم عن التقدم في السن او ان احنا يعني ايه كبرنا في السن فكرة كبرته عالجست دي عايزين الغيح فكرة انا خلاص بقى عايش عمري او زمني وزمني غيري بنحاول ان احنا نغير كل المفاهيم دي بمعنى ان احنا الحياة فعلا بتبدأ بعد الستين بعد الستين هو ده عشان كده احنا نسمينا نفسينا جولدن ييرز السنوات الذهبية ايه ان ده فصل جديد من حياتنا بنبتديه اللي كان عنده ولاد بيخلي باله من نهم طول عمره خلاص الولاد بيشتغلوا وكبروا اللي كان بيشتغل طول حياته طب خلاص طلع على المعاش اللي كان بيخلي باله بيرعى اهله مثلا اهله في الغالب في الوقت ده خلاص بقوا بشكل معين فالفكرة هي ان احنا بنبتدي جزء جديد من حياتنا ازاي نعمل نحقق كل احلامنا في الوقت ده وكل الحاجات اللي كان نفسينا نعملها ومش لقين وقت عشان ضغوط الحياة ومتاعب الحياة طب خلاص دلوقتي بقى عيش زمنك انت تشوف الحاجات اللي كان نفسك تحققها ويلا نساعدك فيها فعش كده بنعمل انشطة كتير مختلفة ايه بقى ان اوعية الانشطة اللي ممكن تحسس الواحد بالحاجات دي اقولك احنا عندنا انشطة مختلفة بنعمل نادي كتاب نادي الكتاب ده الكتاب اللي فيه كلهم بعد الستين وكتير منهم كتبوا كتب بعد الستين والفكرة كلها هي ان احنا بنحاول نشجعهم ان هم يتناقشوا مع ناس مختلفة من عمرهم واصغر واكبر في الكتب بتاعتهم بنعمل كمان زيارات لدور المسنين زيارات لدور المسنين دول انا دلوقتي بشتغل مع كبار السن بس كبار السن دول فيه ناس في بيتها وفيه ناس في دور المسنين فاحنا لازم نهتم بالاتنين وبالتالي المتطوعين اللي معنا بنعمل كتير يعني كتير من الانشطة التطوعية والمتطوعين اللي بيبقوا معنا من كبار السن بالاضافة الى طلبة مدارس بالاضافة الى طلبة جامعات وموظفين من الشركات ان هم يزوروا دور المسنين معنا تانية برضو. في ناس كتيرة قوي من أهلنا. هتلاقيهم كلهم بيعملوا حاجات بأيديهم حلوة قوي. اللي بتطبخ. اللي بيرسم. اللي بتخيط زي ما بتقولي. اللي بيعمل طول عمرها مثلا. كروشي وتريكو حلوة قوي. بس خلاص قدت هدايا للعيلة كلها. يعني كل الناس عندها أكثر من فلوفر. فطب يلا نعرض لك الحاجات دي وتوريها الناس تانية مختلفة. عندنا كمان كرال. الكرال فيه ناس ستينات سبعينات التمانينات من الرجال ومن السيدات. بيغنوا. عندنا كمان انشطة مختلفة. ان هو معدة كترة. لقاءات صحة. لقاءات الصحة دي قد ايه. احنا هدفنا انها اسمها لقاء الصحة. لقاء الصحة يعني ازاي بقى بصحة جيد. فحتى لو انا عندي عرض او مرض معين صعب. طب ازاي ان انا اقدر اتعامل مع هزا المرض. وزاي ولاي دي كبين او اللي بيخلوا بالهم مني يقدروا يتعاملوا مع هزا المرض. فبنعمل لقاءات اونلاين. وعلى الحقيقة مع الدكاترة. على مواضيع مختلفة قوي. يعني الالزهايمر. الديمانشيا. الجلطات. ازاي اتعامل مع الاكتئاب. ازاي اتعامل مع فترة ما بعد المعاش. ازاي ان انا وانا بخلي بالي من حد اخلي بالي من صحتي كمان النفسية. فدي كلها حاجات من الانشطة اللي احنا بنعملها. عندنا كمان رالي. رالي ماشي. رالي ماشي اسمه الحركة باركة. الحركة باركة ده اول رالي ماشي اللي كبار السن في الشرق الاوسط. فكرته هي ايه? فكرته هي ان الحركة باركة. احنا لما بنتحرك كدراتنا الزهنية بتتحسن. كدراتنا العقلية. كدراتنا النفسية. جسمانية. كل الناس بتلاقيها بتشتكي من ركبها والدهرها مع كبر السن. لو انا بتماشى عشرين دقيقة حالتي الصحية هتتحسن. وده ان النشاط مش لازم نبص له ان انا لازم ألبس لبس معين عشان اتماشى. لا ده انا ممكن بلبسي العادي ده البس بس جسمة مريحة ومنزلة ماشى. اشد جاري وانا نازلة او جارتي وانا نازلة. اشد احفادي وليدي. اي حد من المحيط معينة ماشى معينة. ده بيكون مقبود امتى ولا ليه موعيد معينة? مين بينفع يشارك فيه? بتعامل فين? عايز اعرف كل ده. عندنا رالي الماشي بتاعنا في الميريلاند ان شاء الله يوم 11.05. هيبقى يوم السبت 11.05. التسجيل الساعة 9 الصفح. ويوم مستمر لغاية 4 بعد الظهر. وهيبقى برعاية وزارة التضامن الاجتماعي بإذن الله. ويعني احنا فخورين جدا 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 ان احنا جتلنا الرعاية بتاعة وزارة التضامن. وهيبقى يوم للعيلة كلها. يعني كبار السن يمشوا. احنا معنا ناس لغاية 106 سنة. بيبقوا مشتركين معنا. ومنها ان هم يتحركوا ويقضوا يوم في الجنينة. طبعا. ففكرة ان احنا ومقضين يوم بنتعرف على بعض. بنكبر دايرتنا الاجتماعية. لان احنا كلنا طبعا كل ما بنكبر دايرتنا الاجتماعية بتصغر. فاحنا بنحاول نخلق فرص ان الكبار دايرتهم الاجتماعية تكبر. مش تصغر. بناءا على يعني بالانشطة المختلفة اللي هم بيشتغلوا عليه. طب زينا انا عايز اقالك حاجة. لما الناس بتكبر في السن بتحسي ان هم بيكونوا شخصيتهم اصعب طبعا. عناديين اكتر شوية. ازاي بتقنعيهم ان هم يشوفوا الحياة في المنظور دا. ازاي اقنع مثلا حد كبير في السن ان هو ينزل ويروح الرالي دا لو يقدر طبعا. ازاي ان هو يشارك في مثلا النادوة بتاعت الكتاب. انه يعني يعمل اي نوع من اي حاجات اجتماعية تخلي الموت بتاعه احسن ويتعرف فعلا زي ما قلت يا عناس جديدة. فبتبقى ساعات صعبة قوي ان انت تعرف تقنعي حد كبير في السن ان هو يعمل حاجة ومش متعود ان هو يعملها. ازاي تقدري تعملها؟ بنحنا نسمع هم. بصي انا بشوف حاجة حاجة في جولدن ييرز بنبقى دايما نحريسين قوي عليها ان احنا نعرف الناس محتاجة ايه. ان احنا لما بنسمع هم محتاجين ايه بنبتدي ان احنا نتغير في الانشطة المختلفة اللي احنا بنعملها علشان انها تواكب الحاجات اللي هم بيدوروا عليها. احنا ما عملناش نادي الكتاب من فراغ او الكرال من فراغ. بالعكس احنا سألناهم. طب انتو نفسكوا تعملوا ايه? اللي قال انا نفسي غني. اللي قال انا نفسي اعرض الكتب بتاعتي. اللي قال طب انا نفسي ان انتو تساعدوني ان انا اعمل قناة على اليوتيوب او على الانستجرام. فابتدينا ان احنا نعمل دورات بوسطة متطوعين. يعني احنا كل الناس اللي بتساعدنا الحقيقة متطوعين من مجالات مختلف. ان هم يساعدوهم ان هم يعملوا قناة لنفسهم يحكوا فيها او يشرحوا ازاي نعمل الحاجات اليدوية دي. فبنبتدي اهم حاجة ان احنا نسمع اهلينا. لما بنسمع اهلينا بنعرف هم بجد محتاجين ايه. مش انا حد صغير في السن جاي ان انا اقول لهم. طبعا. انا عارف ايه المزبوط. طب انت ليه ما بتخرجش. انت لو خرجتها هتتحسن. مش ده النقطة. هو ممكن يكون مش بيخرج عشان اسباب ليها علاقة بالبيئة المحيطة به. مش اسباب ليها علاقة خالص خالص بان هو ما نفسوش يخرج. بالعكس هو ممكن يكون مش عايز يتعبنا. يا ممكن يكون بجد حاجة بسيطة كده. اللي هو شايف ان هو مش عايز يتعب ولاده. او مش عايز يكلف ولاده. او عارف ان ولاده لما بيخرجوه. او يعني المحيط اللي بيجي حتى لو مش ولاده. كلهم بيخرجوه بيخرجوه خروج غالية. فمش عايز مش عايز يكلفهم. او عارف مثلا انه هما مشغولين في مشغلهم في شغلهم في دراستهم في اي حاجة. فمش عايز يبقى عب. خلي بالك اهلينا بيبقوا حساسين. طبعا. حساسين قوي. فهم بسبب الحساسية دي. بيبقى دايماً مبقي الدايرة اللي حواليه عن نفسه. صح. فاحن لازم نسمعهم. ونعرف طب انت ليه بجد مش عايز تخرج. هل مثلاً تعبين هل مش عارف ايه. هل جزميتك مش مريحة ممكن طبق بجد حاجة بسيطة زي كده. او هل قلقين من الطريق طب بدل ما خرجوا مسافة بعيدة طب اخرجوا مسافة اقربة. بزيط. فكرة دور المسنين عمتاً في مصر بتقابل الناس. الناس بتقابلها. بطريقة حادة شوية. بيحسوا ان كأن مثلا الشخص ده انه ما عملش اللي عليه مع اهله فهو بعته دور المسنين. بيحسوا انه كأنه مثلا بعته علشان هو مش عايز يشيل مسئوليته. بعد ما طبعا هو ربه وقبر وعمله وسهو. انتي ايه رأيك في الكلام ده؟ بصي دور المسنين حاجة مهمة انها تبقى موجودة. مش كل الناس عندها حد يراعها. ففي ناس اه حقيقي محظوظا عندها دايرة. بتطرعها وبتخلي بقالها منها. لكن في ناس ما هيش محظوظة بالشكل ده. وفي ناس تانية بالعكس بتبقى شايف ان دور المسنين دي حاجة لابد منها. بالعكس احنا معنا ناس بتقولك انا هدخل نفسي دور مسنين لما ما قدرش اعتني نفسي بنفسي. وبالعكس انا مش عايز اولادي يشيلوا همي. فهو الفكرة هي ان كل شخص في دور المسنين بيبقى موجود لسبب مختلف عن التاني. هقولك حاجة بسيطة. احنا لما بنيجي نعمل زيارات احنا زورنا لغاية دلوقتي اكتر من 20% من دور المسنين في مصر. لما بنيجي نزور دور المسنين بنبقى حريصين جدا جدا ان كل المتطوعين اللي معنا احنا معنا بيبقى متطوعين لغاية فوق التسعين سانة. ونساة صغيرة من اول تانية ابتدائي بيجوا معنا متطوعين من المدارس. انا جاي انا وابنية خلاص انا مبسوطة اوي من موضوع ده. بنعمل لهم تدريب كيفية التعامل مع كبير السن اللي في الدور. ما ينفعش ان انا اروح دور مسنين اقوله طب هو ايه اللي دخل حضرتك او حضرتك هنا. اكيد طبعا. مش كوستي. انا دخل عشان ابسطه. صح. دخل عشان اسمعه. دخل عشان اقضي معي وقت. ودخل ان انا عمله حفلة. انا عايزة ان هو وهو دخل. خلص اليوم على ان هو مبسوط. بالزبط. يعني احنا وإحنا دخلين بتلاقي شكل وإحنا خارجين بتلاقي شكل تاني. هو وإحنا دخلين هو مش فاهم. انتوا جايين تعملوا ايه. انا معرفكوش. وإحنا خارجين خلص احنا عادنا وقضينا وقت تكلمنا معاكو. خصوصا لما بتجيبي كمان اطفال مع دور المسنين بتبقى حاجة لطيفة قوي. ان هو الاطفال اولا بيتعلم فكرة التطوع اللي غيره. وفكرة كمان ان هو يدي من وقته. ان وقتك ده ثمين جدا. انت لما بتديه حد تاني بتسعيده. صح. وفكرة كمان ان ان انت. ان الكبار كمان بيكونوا مبسوطين طبعا بالأطفال. مبسوطين ده اي طفل شايفه زي حفيده. احنا معنا طفل مرة جالنا سبع شهور مراد. مراد ده لما جي مع امامته. يا مش عايز اقولك كل كبار السن. عايز يشلوه العروبيه. كانوا مش مصدقين ازاي. في طفل صغير جاي مع امامته. امبسط وغير طريقة الزيارة تماما. طيب دينا ايه اللي بيحتاجه كبار السن؟ كبار السن؟ غير انت قلتين اه بيحتاجه ان حد يسمعه. اه ماشي احنا فهمنا ده. ايه اللي غير ده؟ بيحتاجه معلومات معلومات عندهم ومعلومات عند اللي بيخلي باله منه. بمعنى معلومات تبقى صحيحة عن طبيعة الوضع اللي هم فيه. الوضع الصحي. تمام. احنا كلنا كبني قدمين. عندنا طبعا في ناحية صحية وناحية نفسية وناحية اجتماعية. مظبوط. فأنا ما نفعش أن أنا أبص لكبير السن ده بس أنه هو تلخص فيه المرض اللي عنده. يعني لو حد عنده ألزهايمر خلاص أتعامل معي أنه هو مريض ألزهايمر وخلصنا على كاته. لا ما هو برضو مريض الألزهايمر ده من حق أنه ينبسط طبعا. من حق أن الناس تقعد معي وتتكلم معاه. من حقه علينا أنه إحنا نعرف إيه اللي بيبسطه ونعملهوله. ومش هنعرف ده لو ما عندناش المعلومات عن كيفية التعامل مع هذا المرض نفس الشيء لو مش هنروح في الناحية اللي زي الألزهايمر والدامنشيا والجلطات والحاجات دي. نفس الشيء بالنسبة للحاجات التانية. دلوقتي لو أنا كحد بيخلي باله من حد كبير في السن. مانيش عارفة حالته الصحية إيه. هتخيل أن كل حاجة بيعملها. لا ده هو مش مبسوط مني. لا ده هو زعلان مني. لا أنا مش عارفة تعامل مع أهلي. أصلهم لما كبروا بقوا صعبين قوي. أنا دايما بسمعها حتى من الدائرة بتاعتي. يعني أهلي لما كبروا بقوا صعبين قوي. دايما أصحابي وكده بلاقي الجملة دي أو أهلي معه عناديين أو أنا مش عارفة تعامل معاهم. كلنا لما بنجبر بنبر بظروف مختلفة عن اللي مرينا بيها وإحنا صغيرين. حتى إحنا في سننا دلوقتي على فكرة إحنا بقينا عناديين عن زمان. ده أكيد يعني. طبايع. طبايع أولا كلنا يعني الأطباعة مختلفة عن بعض. وغير كده كمان المراحل العمرية كل مرحلة عمرية لها التصرفات بتاعتها. المهم إن إحنا نعرف الشخص بيمر بإيه. ما ينفعش إن أنا تخيل إن أهلي يعني لو أهلي بشكل معين بيتصرفوا طول عمرهم وفي الوقت القريب ابتدوا يتصرفوا بطريقة مختلفة طب ما نبتدي نشوف. ممكن يبقى ابتدى عندهم عرض صحي. وإحنا مش عارفين إن فيه عرض صحي. صح. فمهم إن إحنا نتكلم مع دكتور. ومهم إن إحنا دايماً يبقى عندنا دكتور عارف الحالة الصحية بتاعتنا. وعارف هل فيه تغير في الشخصية ولا لأ. هل إحنا كانت طول عمرنا كده ولا لأ. هل تحللنا حصل فيها حاجة ولا لأ. فمهم قوي إن يبقى فيه دكتور بنستعين بيه وبناخد الخبرة بتاعته في التعامل. ده من ناحية التبقية. من ناحية الاجتماعية دايماً نحاول نفكر إن أهلنا إيه اللي بيبسطهم. يعني لو هم بيحبوا قريبنا المعين ده أو قريبتنا المعينة دي. وانا ما بحبهاش مش مهم نجيب تانتو نجيبهم معنا يتغدوا يفتاروا ياخدوا حتى شيء وأخو. نحاول دايماً نفكر إيه اللي بيبسطهم ونعمالوا أو نحاول كمان إن إحنا نخرجهم يتعرفوا على الناس جديدة. حاجة لطيفة قوي حصلت معنا في جولدنيرز إن الأول كتناسبة تبقى شيء لهم المشوار. طب أنا لسه هروح نادي الكتاب أنا لسه هروح زيارة دار المسلمين أنا لسه هعمل كذا الرحلة الفلانية أو العيد ميلاد أو كذا فابتدينا نعمل إيه إن الناس تجيب بعضها. فهم يعدوا على بعض. يعدوا على بعض. بالزفر. وكمان يعدوا على بعض. بيكونوا صدقات. بيكونوا صدقات وبيوفروا فلوس. طبعا. لأن كده هم جايين بالمواصلات مع بعض. مشوار واحد بيسلوا بعض. بيعدوا على بعض. وبيتعرفوا على الناس في نفس المنطقة. الناس اللي في نفس المنطقة دي هتبقى سند وعون لبعض. طبعا. لو ولاده مجغولين أو قريبه مجغولين الشخص اللي اتعرف عليه في الاطلاع في العمارة اللي جنبه بالصدفة أو في نفس الشارع هيسأل عليه. طيب أنا فيه بقى حاجتين مهمين جدا عشان اللي بيتفرج علينا لو مهتم بالموضوع لأنه هو لذيذ جدا بصراحة. أول حاجة اللي عايز يتطوع بيعمل إيه في جولدن ييرز. وطانية حاجة اللي عايز يبقى من كبار السن اللي هما تابع مؤسسة جولدن ييرز يعملين؟ احنا عندنا استمارة التطوع بتاعتنا محطوطة على موقعنا على التواصل الاجتماعي. احنا اسمنا مؤسسة جولدن ييرز للتنمية المجتمعية فموجودين على الفيسبوك موجودين على الانستجرام وعندنا قمان القناة بتاعتنا على اليوتيوب تشانل. عليها كل اللقاءات الصحة اللي عملناها مع الديكاترة. أونلاين على زوم فكل الحاجات دي موجودة. فده بالنسبة لاستمارة التطوع وبالنسبة للاشتراك والانضمام في الانشطة المختلفة. فيقدروا يترسلوا معنا على الصفحة بتاعتنا. بيبقى فيه زي الصفحة دي عليها زي مثلا برامج انه يوم كذا الساعة كذا بيبقى فيه كذا مثلا شايف انه مهتم بالحاجة دي بيأبلاي عليها. بالزبط بيقول لنا انا عايز اشترك في الرحلة الفلانية. انا عايز اشترك معاكم بيقول لكم من خلال الويب سايت. بالزبط فهيبقى برضه حفل اطلاق الموقع بتاعنا الالكتروني هو goldenearsfoundation.org فبإذن الله يقدر يتواصل معنا على الاتنين علشان يشترك سواء في الانشطة او يتطوع معنا. اوكي. وبالنسبة انت قلت بالنسبة ان هو يشارك او يتطوع او يتطوع. بالزبط. والتطوع احنا عندنا ملوش عمر. يعني احنا حتى في الاستبارة بتاعتنا بنقول لو حد فوق المئة سنة يقول لنا. يعني بدبقى فيها اعمار مختلفة واللي فوق مئة سنة. فيعني ما عندنا اي عمر يتطوع بالعكس. احنا دايما نقول العمر مجرد رقم والشباب شباب القلبي. صح. طموحات دينا حشيش. طموحات ان احنا نقدر نكبر اثرنا المجتمعي. احنا حاليا بنشتغل اكتر في القاهرة. عملنا حيجة صغيرة كده جدا في الاسكندرية. بس مش قادرين نعمل انشطة كتير. ونفسنا ننتشر في كل محافظات مصر. لان احنا بدون الدعم مش هنقدر ان احنا نقدر نكبر الاثر المجتمعي ده. احنا طبعا بنحتاج دعم من جميع الجهات. طبعا يعني الحمد لله ان احنا عندنا حقيقي الدعم بتاع وزارة التضامن الاجتماعي في حاجة زي الرالي. لان الرالي كان كفكرة مش مقلوفة. طبعا. ان احنا عايزين الناس تمشي عشان تبقى بصحة. يعني كبار السن بالذات. فالدعم سواء الدعم المجتمعي او الدعم المادي. يعني طبعا الدعم المادي ده ممكن يجي لنا من شركات القطاع الخاص الشركات المختلفة. الجهاد المختلفة جهاد التمويل المختلفة. عشان نقدر نكبر هذا الاثر المجتمعي. احنا لغاية دلوقتي مؤسسة معتمدة بدرجة كاملة 100% على المتطوعين. فنفسينا طبعا ان احنا نقدر نكبر ده بحيث نقدر ان احنا ننتشر في المحافظات كلها ونحقق الحلم ونعمل كل الانشيطة بتاعتنا اللي بس بنعملها حاليا في القاهرة الكبرى. لان احنا بنعمل طبعا حاجات في القاهرة الكبرى. يعني قاهرة وجيزة. مفهوم. اه نقدر ان احنا ننتشر فيه محافظات تانية ونقبر الاثر ده. بإذن الله يا زينا وربنا يوفقك. وانتي عاملة حاجة حلوة جدا جدا جدا. وبتسامتك حلوة وروحك حلوة. وبجد مرسي جدا ان انتي جتي النهار ده. مرسي لحضراتك ومستنينكو طبعا. واهليكو كل اللي تعرفوه في رالي المشي. نعمل من عينا كلها خلاص. في كلنا جيد. يوم السفت بالسنينكو في الميري لانز السعادة. إن شاء الله. مرسي خوال. شكرا جزيلا. وبكاة تكون خلصت حلقاتنا النهار ده. نشوفكم إن شاء الله الأربعة الجاية في نفس المعيد. باي باي.